مشاهدينا مجالة التحية بحضراتكم مرة تانية دي أبرز الحاجات اللي صدرت في الفيديو جراف اللي المفروض تتبعها زوجة الأب لما تيجي تربي ولاد زوجها أستاذ النورة خلينا نبدأ معاك الحديث هل فعلا زوجة الأب دايما بتعامل ولاد زوجها معاملة سيئة ومعاملة ما فيهاش رحمة ولا ده في ظلم ليها ده السائد اللي طالع ولكن هي ممكن تكون بتعاملهم كويس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أسعد الله صباحكم وصباح جميع المشاهدين زوجة الأب المظلومة أحيانا ومحترمة غالبا لكن اللي بيصير أنه فيه أسباب للظلم أو لأنه كون أنه هي الشريرة أولا الدراما بتلعب الدور كتير كبير حتى بالكرتون بالكرتون سندريلا وما أخفاكي هاي القصص بيلعب دور فهذه تغزية دائمة عم تدخل بمخ الأطفال قبل ما تدخل عليهم زوجة الأب صار الظرف ودخلت عليهم وأيضا هي قبل ما تدخل على العيلة ففي عندها يعني مثل كأنه بدي أقلك صورة زهنية مسبقة أو حكم مسبقة قبل أن تدخل أنه هدول الأولاد حكيدوا لي وأنا حكيدوا لهم فهي معركة إما أنا أفوز أو هن يفوزوا فاللي بيصير أنه الأب بيقع بالنص الآن التحدي والمعولة عليه هو الأب الأب لما بيكون حكيم يعطي لكل ذي حق حقه الأم لماذا أو زوجة الأب لماذا تكون بهذه الصورة أحيانا بتكون أرملة مثلا توفي زوجة وأصابها من المجتمع ما أصابها وكل الناس تعرف شو بيصيب الأرملة أو المطلقة المطلقة أصعب لي لأنه لي طلقت لو ما هي السيئة ما طلقت فيكال عليها المكايل كثيرة جدا وأحيانا بتجيب مشاكل الماضي معها إلى الحياة الزوجية الجديدة فمما يوقعها ويوقع أبنائها وزوجها بمشاكل أخرى وأحيانا أيضا بكون التربية قبل ما تطلع على الحياة الزوجية الأولى أو الثانية هي الأصل يعني طلعت من أسرة لا تحترم معنى الزوجية أو الأسرة المتماسكة فبتكون مشاكلها متعددة معها بكل الأزمان وبكل التجارب اللي عم تخوض فيها الرجل عندها مثلا وهمي سرابي لا يحترم أو ربما تكون هي كثير منكافئة مخجولة منطوية هذا كله بيسبب مشاكل مع الأولاد عندما تدخل إلى الحياة الزوجية الجديدة تتهم الزوجة الأب لأنه أي تصرف حتى لو كان حسن محسوب عليها بالزبط فليه عم تعمل هيك أكيد في مكيدة براسة أكيد هي بتصمم بتصمم مؤامرة إذا دخل البابا معها على غرفة النوم فأكيد عم تحكي علينا وأحيانا بتحكي ما رح نتهم ولا نحط الطرف على الأب بس أحيانا الأم أو زوجة الأب أيضا تضع كثير من الادعاءات والتهم أمام الأب لأجل أنه ينتقم من أولادها يكون عزبوها بالنهار فلحتى مساء والحقيقة سيزان نورة زي ما بتجيلنا رسالة إيجابية بتجيلنا رسالة سلبية إن فيه برضو بعض زوجات الأباء من غير ما الولاد يعملوا لها أي حاجة هي شايفة ندول لمكان درتي فأنا بطلع غلبي فيهم وده يخدنا النقطة بقى في بعض الناس تقولك هي لو الزوجة متوفية بيكون الجانب العاطفي عند زوجة الأب أكبر صحيح فبتشفق عليهم وبتشوف إن هو يتيم فبتحتضنه فما بيكونش فيه يعني المشاكل الكبيرة اللي بنسمع عنها لكن لو هي عايشة الزوجة وهو مطلق بس لا المشاكل أكبر وده رح عند أمه جاب لي أخبار وعمل مش عارف إيه وتنزل عليهم بقى إيه تبهدلهم هل ده فعلا صحيحي يعني وجود الزوجة الأولى بيفرق إن مرات الأب بتعامل حلوة أو وحش الأولاد خلينا ما نعمة يعني التعميم دائما بيكون خطأ أحيانا الأم الأولاد بتكون لها دور في يعني فساد العيلة الجديدة أو فساد الأسرة وحياتها السعيدة ربما إذا بتعدت الأم ما بتكون عندها تغذية سيئة دائما الأولاد بيجوا على البيت محملين فعلا بعد الزيارة غالب الأولاد بتغير سلوكن وأحيانا بتكون العكس ماما ديروا بايكن على عيلتكن خلاص أنا طلعت من العيلة عيشوا حياة الآن جديدة ديروا بايكن على البابا فرجوها لمرت الأب أو لزوجة أبيكم أنه أنتوا مناح مربايين أنتوا تربيتي شايفة شنون المعوى للآن بإيد الأم السابقة الآن الأم الجديدة أو زوجة الأب هي أمام تحدي كبير جدا يعني خلينا نكون منصفين سواء كان في بالة فكار سيئة مفسدة فخروجها للسلوك بيكون متعب لألة وللآخرين كل الناس عندهم خاطر شيطاني وخاطر إيماني فديروا بايكن زوجات الأب الآن كلام لألون أي تصرف محسوب عليك أي كلمة بتقولية محسوب عليك تدرسي يعني هذه فرصة لألك لحتى تعدي سلوكك وكلامك طب لي أستاذ نورة كل كلمة محسوبة عليها يعني دلاتي زوجة الأب بتقولك طب أنا زنبي إيه إن هم يحسبوا علي كل كلمة وكل تصرف وأنا أوقات كتير بتبقى نيتي كويسة ولكن بتحمل على غير محملها صحيح لا يشفع لها قولا واحدا ليه لأنه حتى الأم الآن بالبيت لما بكون أولاد أمامها وتخاطبهم بغير يعني نيتها غير سلوكها يحسب عليها يعني حتى الأم يعني لما بتكون الأم زعلانة من الأولاد وغضانة عليهم وعم تحكي كلام يعني تلقائي من غير ما تحسبه يحسب عليها أيضا حتى لو كانت أم فقولا واحدا كلتنا كمربين خلينا نلخص أم أو زوجة أب كمربين علينا راعي كلمات قبل نطقة لأنه لما تنتقل كلمة لا تعود وتجرح وكتير صعب إصلاحها خاصة الأطفال اللي بيكون أمهم فأدوها أو زوجة أب كانت قدامهم والماما ما هون موجودة في البيت تاني فهذا الإحساس لحاله بخلي الطفل يكون متوتر جدا ومتحفز لأنه بيخاف كمان البابا يتغير عليه اشتركوا في القناة